موسيقى أخوتنا في الله صلوا عن نبي وزيدوا صلوا عن نبي وزيدوا صلوا ألف صلاة وسلام على حبيبي محمد أخوتنا في الله اليوم نعمة الإسلام لحبيتوها وحبيناها وركم تعيطون الله جزيكم وبرك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير على الأسئلة وأنتو مالي قلتون نارنا في احتفال مولد النبي الشريف ماذا بينا تكلموا على سيد الخلق على هذا الرجل العظيم هذا الرجل اللي جابنا الرحمة فوق الأرض اللي علمنا كيفاش ناكلون ونشربون ونصلون عبدو ربي ما خلاش حاجة ما هدرش عليها يا رب يا ربي ديرنا جوارنا في الجنة يا ربي ما تسمحش فينا يا ربي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن خوتي في الله الموضوع شيق لأنه على أعظم رجل شيخي وحبيبي مصطفى غلام مرحبا بك رم سلمين عليك الناس بزاف بزاف الله يبارك رهم معي طولنا ومسلمين عليك إذن اليوم حديث يعني ما أعظم هذه الحديث قل نصيبوه نحكوه غير قاعد حيث استوعدنين وعلى سيد الخلق حبيبي وشيقي مصطفى غلام تحدث لنا ولو باختصار يعني أنا عارف كون نطلق لك دروك التحدث على سيد الخلق لو كعملنا الغدوة متحبش يعني أنا عارفك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث لنا باختصار على هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولعدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على سيدي وحبيبي ونور قلبي وجلأ همي وذهاب حزني ومعلمي ومرشدي ومنقذي سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك وبعد أيها المشاهد الكريم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد نتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم سيد العظماء صلى الله عليه وسلم سيد أهل السماء وسيد أهل الأرض وسيد من وطئت قدمه البسيطة إلى يوم الدين نتحدث عن رجل صنعته يلو الله نحن نفتخر أحين بعظماء الأمة أخي جلل قال هذا صنعته المدرسة الفلانية وهذا صنعته أمه وهذا صنعه أبوه وهذا صنعته التجارب لكن حينما نأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول هذا صنعته يد الله الله أكبر سبحانك سنعته يد الله على أحسن سورة وجملته وزيلته فكان أجمل وأحسن رجل عرفته هذه الدنيا فالله فالله اصطفاه واختاره واجتباه فالله عز وجل أحبه وقارن اسمه باسمه وحرم الجنة أن يدخلها أحد إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن من رقع مناظرة أو جدال بين أهل الديانة الثلاث بين النصارى وحبرهم وبين اليهود وحبرهم كذلك وبين المسلمين وعالمهم أو حبرهم ثلاثة علامة وكل واحد يفتخر ويقول نحن أفضل منكم فافتخر اليهود على أنهم أكثر الناس انتسابا للأنبياء ورسل وأن الله عز وجل أنزل فيهم كتبا أكثر مننا وافتخر النصارى كذلك بعيسى السلام فحينما جاء دور العالم المسلم قال نحن نؤمن بموسى عليه السلام إذن نحن ندخل الجنة ونؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله إذن نحن ندخل الجنة وأنتم لا تؤمن محمد إذن أنتم لا تدخل الجنة فنؤمن موسى وعيسى ومحمد ومن يؤمن محمد السلام إذن الله حرم جنته على كل إنسان لا يؤمن بمحمد السلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دون لكم إذن هذا هو محمد السلام قال الله اسمه باسمه ما كانش أشهد إلي الله لا تقبل إلا بي وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله عليه السلام اسمه دائما يعلو ويرفع في الآذان أشهد إلي الله وأشهد أن محمد السلام في الآذان النجاة لم يمكن أن تكون نجاة إلا باتباعه ما كانش نجاة ثم رابعا أنه الذي يشفع لك يوم القيامة وخامسا أنه وأمته هم الذي أول من يدخل الجنة إذن سين وحسلم هو خاتم الأنبياء المرسلين يعني جاءت شريعته ناسخة لكل الشرائع السماوية التي سبقت فنحن في الحق نحن أساتذة العالم إن رسل سلم له إخوته الآن بأرسل المفتاح وقالوا الآن أما نري عندك أنت إذن هذا الرسلم أخي جلول لا نريد أن نطريه أكثر مما أطراه الإسلام نحن نتكلم عليه كما تكلم عليه القرآن والسنة والتحدث عن نفسه لأن ما نكونش كالنصار واليهود يعني حتى جعلوا عيسى السلم إلها هو رجل أعظم من الرجال وسيد الرجال وأفضل ولد ولده إمرأة إذن هذا الرسلم إذن هذا الرسلم إحنا الآن سؤالك شابت ليش يخبره نتحد عنها عدم هذا الرسلم أولا نتحدث على أنه جاء في فترة لم يكن فيها أنبياء ولا رسلم أن نقاط على الوحي نقاط على الوحي نقاط على الله صح حتى حينما حملت به أمه لم تحس أنها لم تحس أنها تحمل في بطنها جنينا فكان أليا من الاستبرق والحارير لم يأتي العالم ليؤذي أحدا لأنه لم يعيش الأذى حتى في حمله لم تحس أمه على أنها تحمل شيء في بطنها كما تحس الأمهات من وحم ألام وانتفاق والأمور وحينما خرج الدنيا خرج بطن أمه ساجدا كانوا يقول جئت من أجل أن أعبي لهذه الدنيا لربها لأن الدنيا هذين بغي أن تكون عابدة مذعنة لله عز وجل يشي تكون متنطعة أو قاطعة عن الله عز وجل ثم أنه هذا الرسول تربع طفلا صغيرا ولم يكن كالأطفال بل كان أفضل أفضل في سلوكه من الكبار ما كانش هو أحد يقرأ تاريخه أما كان طفل يقول أن طفولته كان فيها شيء من التهور أو شيء من الحراف أو شيء من الغلو أو شيء من القبح أو شيء من الأشياء التي تكون عن طفولة طفلة غيرة ويدابز هذا ما تكون عنه كان طفولة عاقلة طفولة راجحة طفولة ينبغي الكبار أن يأخذوا منها الجمال والرزانة والطمأنينة والهدوء ما تكلموش أن الوقت ما يسعناش تكلمو كيفاش كان في يعني عند حالمة سعدية وكيفاش تعمل ما تكلموش قضايا أن الوقت ما يكفيناش لكنه ولد يتيما وتربى يتيما وانتقل من يتمي إلى يتم من يتمي من يتمي الآبي إلى يتمي الأم إلى يتمي الجدي وهكذا يقول السؤال همين حكمة في أن يولد الرسول يتيما الحكمة هناك هناك حكمة نعم باش ما يكوش الرسول كل وحل وفضل عليه نعم فضل فقد فضل الله عليه الله محمد باش باش معا لاش يقول أبي إذا ما يقول ربي ربي حنا كنا من نكون نصائع نبونا نقول أبي أبي لكن حينما خرج الدنيا نمجد أبي إنما وجد الله ربي ربي وهكذا نمر السلم نموا عجيبا وهو يلمو بعناية الله وعين الله ورعايته وصناعته معليش ثم كان شابا ليس كالشباب الطائش من حارف ولم يغازل بمرأة والمظلم أحدا ولم يزعج أحدا كش إذا عاجب ثم تزوج وحينما تزوج أخي جاجلون تجر ثم تزوج لم يختل نفسه فتاة تصغره كما يفعله الشباب كما يفعله نحن لأنه لأنه كان يبحث عن المرأة التي تناسبه في عقله فالمجد هذه المرأة إلا في عجوز لمرأة تكبره في حينما تزوج عقله بعقلها ومبادئه بمبادئها ورزانته برزانتها تزوج بها لأنه كان يريد أن يخدم شأن عظيما نحن نزوج لأن نخدم شهواتنا بارك الله فيك أنا عايش نزوج كان أريد الشاب لأن الشهوة تميل إلى الشباب لكن الشهوة تميل إلى رجعة العقل 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 تحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم كيف اختار نفسه زوجة تناسبه في الفكر تقتل منه في المبادئ والقيم تشاركه في أمر هو يجاله آن ذك ثم جاءت الرسالة أخي جلول نزل القرآن فوجد الرسلم قرآنا عليه الصلاة هذه أربعون السنة التي قالها الرسلم عليه الصلاة السلام هذه ماش خارج عن السيرة هذه تدخل في السيرة النبوية السيرة وماش فقط عندما نزل القرآن الوحين في مكة وانتقاله إلى المدينة لا سرته منذ أن ولد إلى أن التحق بالرفيق الأعلى أربعون السنة وهي أطول مدة في حياته صلى الله عليه وسلم كان قرآن بين الناس لم يجي الناس فيه عواجا ولا أمتا لم يكذب ولم يظلم ولم يرتكب الحمقات ولم يطش ولم يفعل ما يفعله الشباب أو الأطفال إنما كانت حياته قبل الإسلام حياة الاستقامة ولم يتقل من الناس يمدعو الناس إلى الإسلام لأنه لم ينزل الله عليه وحين إنما كان يدعو الناس إلى بأخلاقه فكالناس يلاحظون هالأخلاق العظيمة فلقبوه بألقاب بالأمين بالصادق بالشهم الرجل بالكريم بأسماكة ألقاب فهم رضوا بأن يكون أميلا وصادقا وكريما وشهما وفحلا وعفيفا وطاهرا رضوا به لكن حين ما زل القرآن كفروا به صح ونسوا لماذا أن نفوسهم تأبى أن يكون من بينهم رسول غيرهم صح أرضوا لساته لأنفسه كذلك ثم بعد ما يعيش منزل عليه القرآن أخي جلون أول آية هي إقرأ معنا إسلام جاء لأجل العلم والتعلم وتمجيد التعليم لأن الأمة بالعلم تصنع مجدها نعم وبالعلم تستطيع أن تحصن قلعتها يا رب وبالعلم تواكب غيرها وبالعلم تختزل الزمان هو القرآن نزل إقرأ معنا القرآن جاء من أجل أن يربط الناس بالله أكيد وما خرقت الجن والإنس إلا إلا يعبدهم لن يعبد وكاللاش قال إقرأ إن لا يستطيع الإنسان أن يعف ربه إلا بالعلم ولا أن يعبد الله عبانا الصحي إلا بالعلم صح ولا أن يستقيم إلا بالعلم صح ولا أن يقيم العدل إلا بالعلم أكيد إذن العلم هو أساس الحياة فالأمة حينما تركت العلم صارت في مؤخرة الركم صح شوف كل شيء يأتينا من غيرنا يا عمي الشعيب عين عين لا يصنعوا شيئا ثم بعد ذلك أخي جلوتيك 40 سنة بعد الرسالة فعلا ضحى من أجلي هذا الدين ترك ليله صلى الله عليه وسلم ترك نهاره ترك كله واشتغل بدعوته يا عرب من أجل أن ننقذ الناس من الكفر من ابتعاد عن الله عز وجل من أن يقعوا فريسة بين باراثنا الشيطان وأن يقعوا يوم القيامة في نار جهنم كان ينقذهم وضف كل الوسائل حبيبي يا محمد ولكنهم قابلوا خيره بالشر صحيح وآذه صلى الله عليه وسلم ثم جاءت مرحلة المدينة فأسس لها الأمة دولة قوية دولة قوية الآن تمتد هذه الدولة تمتدوا وتقال تمتدوا إليهم القيامة دولة دامت ولو أنه وقعت أخطأ بعدها ولكن دولة قوية كلما عادت الأمة إلى كتابه ولسنة صلى الله عليه وسلم عادت إلى قوتها وسؤددها وسيادتها ورفعتها وكلما تعادت هذه الأمة عن الإسلام المتمثل في قول الله ورسول الله إلا وأصابها الهوان والضعف وطمع فيها غيرها عداؤها إذن هذا رجل عظيم هو سيد المرسلين سيل الأولين سيل الآخرين هو اللي امتدحه الله عز فقال وإنك لعلى خلق عظيم وكأن الأخلاق الجميلة تخل جمالها وكمالها من أخلاق سيلنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا قليل من كثير حتى أترك لك المجال لأثلة أخرى وإلا لأخذ منها السؤال كل الحصة بارك الله فيك شيخي وحبيبي هذا القليل من الكثير صح يعني إنسان يحكي على سيد الخلق ساعات وسينين 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 مغارس يكمله صح يوم الحصة قامت أن تحكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تملش والله ما تمل بالعكس كي تقول محمد عبد الله اللهم صلي وسلم وزيد وبرك على رسول الله والله لا تريح جربه صروا على النبي وجربه والله لا يريح القلب ريح الجوار يريح كل شيء لأنه حبيب الله اللهم صلي على الحبيب أكثر من الصلاة على رسول الله بارك الله بك شيخي مصطفى غلام على هذه الحوصلة هيا هذا الشوية الحمد لله يا ربي سؤال الثاني مهم جدا شيخي مصطفى غلام على المهم لأن لو كان نديروا الإحصائيات على الأسماء في العالم القرى الأرضية نصيبوا بلي اسم محمد متداول في العالم هو أكثر اسم في المرتبة الأولى فالعبو هذي داروها أوروبي ونصابوها يعني داروها يعني يدروا إحصائيات على الاسم المتداول في العالم قاع صابوا محمد والمشكلة يا شيخي أمة محمد هذول يسموهم محمد لماذا شيخي ولداتنا وعماتنا وخاتنا وخوتنا وإحبابنا وقاع القرى الأرضية تسمي محمد وتدي اسم محمد صلى الله عليه وسلم وفرحانينا اللي يزيد ويسموها على رسل الله عليه وسلم ودين اسم عظيم حبيبا حبيب يذروا كالشيخ قبل قبر يبدأ يعني ما تنجر مش تكون مسلم من تنطق الشهادة بلا ما تقول لا إله الله محمد محمد هاي شو محمد وراه محمد رسل الله يعني هذا تدوه انتوما باش تلعبوا على هالشيخ يسموه محمد ويخالفو شرعه شو أخي جنو بارك الله وكسؤال رأيها جدا الأمة يحب محمدا ما ناختب في ذلك حتى العصات تحبونا محمد لكن هل الحب هذا أنك تحب شيئا وتخالفه هذا الحب ينفع هذا هو السؤال احنا ما ناشي احنا نقول بالله هذا يحب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو أكثر الأسماء تداون في العالم هو محمد صلى الله عليه وسلم أكيد لكن حتى كان مع الصحابين ما بوش سموه ما بوش سموه محمد يخاف لا يجي إنسان يشوف محمد الولده يدير الحاجة مش ملحة ويقول هل الله يلعن لك يلعن محمد ما كوش بوش سموه للمحمد عندما الحق يقول لك اسمعني حقيقة عندما تقرأ يعني إلى كتاب القاضي عياض يتكلف القضية حول الذين حول الذين يسبون محمد صلى الله عليه وسلم يقول فكانت صحابة يتحاشون تسمية أبنائهم محمدا خسية أن ينحرف ابنهم المسمى محمد فيسبونه الناس لا حول فيسمعون الناس يلعنون محمدا وهو هذول اللي يعرفوا قيمة اسم محمد لكن نحن نقول نعم نعم أن نسمي أبنائنا محمدا شرف لنا كبير وبالمناسبة عن ابنية والت هالأيام في كندا ابن وسمته محمد أكرم الله بعد طول انتظار الله نوفقها لتكون في مستوى تربية ابنها على أخلاق محمدا ذكرت العب رزق وهي تراب وهي البكرى المهم قضية محمد أنا حينما أسمي ابني محمدا اللي يكون عندي فهم معنى أن أريد أن أربي ابني وأن أرعاه ليكون على طريق محمد بارك الله إلا معنش قدرة على ذلك الأفضل أن تحاشت سميته محمدا حاشه لله خشت أن يخالف أخلاقه وأن يكون يوم القيامة في لرجاننا عيب أن يدخل محمد لرجاننا فلذلك نحن الآن من ديروش محمد موضع موضع الناس الولد اللي يسمي محمد موضع لا حنا الولد الولد لابد أن نرعاه نسميه ما تسميه خالد عيب عليا عندي ولي يسميه خالد هو مخنث خالد كان يرش شجاعا لا يخشي الكافرين ينتصي في المعارك وجمي تخال مخلث دير المناق شوني دير سنسلا فرقبتو واش فيلي قاطع طريق عيب عيب أنني أسمي ابنتي صالحة وهي من أقبح الناس تؤدي وتقبح وتسيئ وتضر عيب علي هذا التنقض مش يمليح فحينما أختاروا الاسم ينبغي أن أرعى المحتوى بارك الله فيك عندي كتاب سموها الكارم مش يملي الفتحان القرية يتكلم على البخن الله كارم وهكذا ينبغي أن نختار الأسماء الصحيحة السليمة تناسب أبنائنا الله الله مش منغلها صالحة اسما فهي صالحة في أفعالها وقوالها يا رب عما نغل ابن يقول له مثلا أسد ما يكونش جبان أو ضبع أو ذئب صح ينقلبون أن يكون أسد أخلاقهم فهذه مشكلة أخي جلو فالأسماء لا تنفعون يوم القيامة إنما ينفعون الاتباع وينفعون الاختداء وينفعون أن نكون فعل ممن ينتصر بالسلطة عليه الصلاة هذا خطأ عند كثير من الناس ما يقول لك إنهم يحبون محمد ولكنهم يتخلون عن تربة محمد وفق الأخلاق الذي جاء محمد ليؤكدها في حياة الناس ولذلك الآن تشوف تقام محمد داخل الأحباس محمد يرتكب الجرائم محمد يزنج محمد يشرب الشراب محمد يختلص محمد من العصابة حتى في العصابة ربما فيه محمد الأهم إذن هذه مشكلة فالك أخي جلون نقول أخواننا في المستقبل اختر الاسم ثم ربي ابنك وفق ذلك اسم حتى لا يختلف الاسم على المحتوى أو العنوان على المضمون باختصار شديد بارك الله فيك باختصار شديد إذن إنسان كي يختار الاسم الصالحة ولا صالح كين الاسم صالح لازم يكون صالح مش شيء صالح وإذن الأعمال تعوح طالح أو جميلة وإذن من أقبعها خلق الله سلوك أو جمال بارك الله والله إلا لاتك صح الشيخ بارك الله بك إسمعي يا أخي كالاسم يروح أقول له زين العابدين وهو ممن أسائل الدين صح زين العابدين والله الشيخ وهو ممن أسائل الدين أسائل القيم أسائل إنسانية أسائل العباد البلاد أي زين هذا شين العابدين فيذك يا أيها الناس الأسماء مشي موضات أسماء تدلو على مسميات صح سي لقنتوني صح أسماء تدلو على مسميات إنون با إنون با لتتل هذا التتل لقلا يكون وفق لقنتوني فلذلك حنا نقول إخواننا في المستقبل معليش سمي اسم الشباب وربي ولدك ودعي ربي يعاونك باش وليك كل وفق ذلك الاسم إن شاء الله بارك الله وفيك معليش سمي ولدك الشباب بصح لابد يكون حق ذلك لازم الشيخة يعني والله دردشة معاك مشاء الله الله يبارك لك وللأسف قاع محمد محمد وإحنا ربنا نشوفه شاركة العجب وما عليش نطرح سؤال على هذا الشي إن شاء الله غير طرحت هذا السؤال نتوضر كاني سؤال ثراسي غذية علها الشيخي كي جاء مصطفى الشيخي مصطفى غولة كي جاء رسول الله صلى الله رسلها النار أربي سبحانه العزوجه الحادية لهذه الأمة الحمد لله جينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليها جاء رسول الله صلى الله صلى الله جاء ATOR اليمن كل خير جابها النار وعلمنا كل شي وبقت الفتوحة مراه الخلافة وما شاء الله الأمة الإسلامية في الرواد وهي لتقود وهي لتحكم كل شي وكنا كل القرى الأرضية استعين في الأمة الإسلامية وهي يلك تسير مها ما هو السبب محمد يا شيخ ولنا هكا وضعافينا احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جابنا كلش وعنا القرآن عنا سنة عنا كلش علها ضعافينا ما هو السبب وإحنا من أمة محمد ومحمد خلينا كلش كلش خلينا واخر القرآن رح يتكلم عليك أخي جلول بارك الله فيك من سورة المؤمنون ربي قال سبحانه عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضمد وقال من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى معنى أن الأمة حينما تركت القرآن جانبا هذا الترياق الترياق اللونتي الدوتي اللي يقضي على السموم هذا الدواء هذا البلسم الشافي اللي يقضي على الأمراض ويقضي على الأمراض الزمينة حتى ذلك الكرونيك هذا يخليناه صح وتخلينا في عالم الفيروسات والحشرات برق الله فيك بغينا نعيش في عالم الفيروسات والحشرات والهوام بغينا نعيش في عالم النظافة والطهارة والقرآن وذكر الله عز وجل وهي جزيمش هذه تبعنا بinois تباع أوروبا في الحشرات أوروبا هCL تنقضك أوروبا هو إيش؟ أوروبا يخد نالعلم بس كم办ها ثقافتها العليا رغم العلم تق protegنا ما وشة أوروبا معليش معليش العلم والتعربي سبحانه عزيز وربي يعطيه من يشاء احنا أمة يقرأ يعني نعم ولكن احنا نتخلين عن القراءة وانا نتخلين عن القراءة وما يقررونها الان عما تدي اخي جلول لسانس ولا تدي مستر اللق باش تحصل العلم تروح الأوروبا احنا هنا مش نقرروا احنا لدينا منظومات تعنا ما هي عربية ما هي مسلمة ما هي كافرة ما ترنحا هما لا مستقلين صنعوا منظومات على حسابهم فهذه كان ليش هو حنا نصنعنا منظومات على حسابهم ما هي عسابنا؟ على حسابهم هما نعم ما عاش نقول الموضوع لا الامة هاتي الامة الاسلامية حينما ابتعدت وتنكبت الطريق وابتعدت عن دينها اخي جلول واش توقع منها؟ واش توقع من الانسان اخي جلول يخلي الماء الحلو العذب يروح يشرب الماء الاسن اللي موشنقي واش توقع منها؟ صح قد يصاب بالامراض بالأوجه بالإسهال نعم هالي يا أمه كل امرات كون فيها فالان احنا نعرفوا قاعد يعرفوا الناس يعني بل أن السبب تأخلفنا وتأخرنا واحتلال العدوي لنا هو ابتعادنا عن كتاب ربنا يعرفوا قلنا سلام وسن محمد ترك فينا هذا القرآن قلنا لقد تمسكوا به والسلام وتمسكوا بهذا الفهم الصحيح الذي شرحه رسولهم يقول لن تضلوا بعد أبدا لك إلا ما تمسك ناش نقولوا إحنا أكثر الناس يسفك للدماء لبعضنا تشكوا لي قتلوا بعضهم بعض في العالم بس الحور بينا راي بين العام مسلمين ولا بين كفار بين الناس هنا بيناتنا أو تشكوا هالليبيا شام يدروا صح بيناتهم العرق شام يدروا بيناتهم سوريا شام يدروا وراي حرب العصابات سوريا شام يدروا وزيد فلذلك أخي جلون ابتعادنا عن الهدي جاء به السيدون مسلم هذا الابتعاد هو يجعلنا الآن لقبة سائغة لأعدائنا ويجعلنا نعيش في عالم الطين والحاضيط على عالم الروح والسمو نقول لك أخي جلون شو صناح العماجاجة في مجتمع مريض أكيد الجاهلية السمع عربي النجاج الأولى الجاهلية جهلاء عما تقرر الجاهلية كما وصفها جعفر بن أبي طالب أمام النجاجة يشرحها كما يشرح الإسلام ويشرح الجاهلية 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 كيفاش إنسان يصنح الحجر ويعبدها صح كيفاش الحجر تعبدها أي أعقل يفكرها كذا يدفعوا صاحبه إلى عبارة الأحجار وينحاتوها بيده بارك الله فيك وينحاتوا الأشجار بيده ثم يتخدوها أصداما ويصنعوا بمعجون التمري آلهات يعبدوها في الصباح ويأكلها في الليل العقل يستوب هذا الشيء كيفاش إنسان يوجد من نفسه أن يسفك الدم دم أخيه يقتله أو الانتقام مثل أنت تقتل خوه يقتل قبيلة كاملة والزنا والفجور والتجارة بالأعراض والربا وأمراض خاطرة جدا كيفاش يأتي رجل واحد في بيئة مريدة ليس عليها رجل يوحد الله عز وجل كان ورقة لا مات ورقة ورقة يعني كان من النصارة لكن ثم جاء ما كاش من دعات كان عندو عنبة بدين النصرانية يأتي فلم يجد أحدا يعبد الله عز وجل فأرجع كورة أرضية كورة الأرضية كاملة يعني يجي سينما سلم في هذا العفل في هذا الفساد في هذا الانحراف ويبدأ يدعو ويصنع رجال يصنع جيل فريدا رجال عظماء والله أثقل من موازين السماء والأرض في عقيدتهم في عبادتهم في توحيدهم في جهادهم يصنع هذا الله وفي مدة قصيرة 13 سنة هي أسدولة ودل حد اليهود في المدينة اللي كانوا مستيطرين اليهود مستيطرين على الاقتصاد والسياسة والتجارة والزراعة والماء والري حتى الآبرت وحهم متحكمين قاع في دوالب الحياة بالمدينة ونوارهم كيف مرهم متحكمين بني إسرائيل دروكين نعم صهينا نعم ويجي ويدير سوق موازية ويفتح المجال فصارت الأمة الإسلامية أنا ذاك بالمدينة لا شأن ولا شأوا واستغلت عن يهود ثم أخافت أعداءها في العالم الروم والفرصة ماذا أخي جلون لأنهم تمسكوا بكتاب الله صح وأطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الآن عم نجل الواقع التانى أخبرني عن هذا الواقع واقع متمرد مريد واقعاً للمجتمع إسلامي الخمر مستباح صح والأعراض مستباحة والغش مستباح والظلم في وضح النهار مجتمع متنافر متقاطع غير متآلف ولا منسجب العقوقية اكتسحت كثير من البيوت إذن كل معلقة عليها جعلة أن الأمة عندما ابتعدت عن الله عز وجل أصابنا ما أصبرنا وكان واجباً علينا أخي جلون إذا أردنا أن نخرج من هذه الوهن من هذه الأزمات ومن هذا الضيق ومن هذا الغبل أن نعود إلى الله سبحانك فأخي جلون لماذا ضعفت الأمة الإسلامية؟ كان ضعف الجسد إذا كان جسد لأكل المغذية ليأكلوا المقويات وليأخذوا الدواء ماذا يصيبها الجسد؟ هي مرض النحالة يضعف لهذا ثم عليك يموت نحن شأننا كشأن الجسد نحن عندنا الدواء عندنا الخير عندنا السعادة عندنا الخروج من الأزمات لكن نترهنا كل شيء وارتمينا في حضان الشيطان أو في حضائن الغرب وصرنا نقلد كل شيء إلا العودة إلى الإسلام فحينما نعود إلى إسلامنا إلى ديننا إلى قيمنا إلى أخلاقنا وكل واحد يكون عندها مسؤولية الأم مسؤولة في رعاية أبنائها رعاية صحيحة والعودة بهم إلى الإسلام والزوج مسؤول على أن يعود بالبيت إلى الإسلام والأبناء لهم استقامة والمجتمع الآن له توبة وأوبة وعودة إلى الله عز وجل أن يعود إلى الإسلام والقيادة وكل الناس يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويعود الأمل ويعود الخير ولذلك الأمر ستعود إن شاء الله لكن ما تتعود ستعود الأمة إلى نشاطها ولا قوتها ولا سؤلتها حينما ستتوفي هذه الشهر الآن عندنا أسباب الهزيمة الآن نعمل بأسباب الهزيمة بأسباب الانحطار بأسباب الانحراب هنا نخذ عوامل النصر عوامل القوة عوامل العودة إلى الرجنة يومئذ أخي جلول والله العظيم يكون لنا شأن كبير ويحترمنا غيرنا ألا كاش احترام أكشل الأن لا احترام بين الدول لا الدول هي تحترم القبل أعلى الله والأفراد المحترمون صح إذن العودة إلى الله أخي جلول قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله والبقال فمن اتبع هداي فلا يضلوا ولا يشقى من اتبع هداي فلا يضلوا ولا يشقى وصح يعني هذا العصر نبغينا نعيشوا عيشة الأوروبيين وكين موتوا موتوا مسلمين وذي ما كاشكا الله يحظك شيخ بارك الله فيك السؤال ده من الوقت كين أسئلها بزا بس عروحوا لسؤال تالي سؤال الأخير يعني كيف باش تنصح الأسرة والمدارس والمساجد نصحة لنا جاع محنا في الأيام المباركة نتاع المولد النبوي الشريف شوف أخي جلول شوف شوف هدل المستوى تعال الأمة الإسلامية عما جي المولد مش يفكروا كيفاش تخلفوا وابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحثون عن الآزمات التي أصبتهم وعن أدواء التي ألمت بهم ويبحثون عن الدواء من أجل خروج من هذه الدائرة الضيغة تقام تكلموا المعيلي حلال ولا حرام بيدعاج ما عدت حسبا لمستوهم طايح طايح بزا أو أنهم من ورائهم من يريد أن يذكي هذه الموضوعات حتى نبقى من الشهر والموضوعات لكن أين العقل؟ هذه ليست موضوع هذا ليسألك بيدعاء ولا مش عقل لا منطق أنت الآن حاول في هذا الشهر ولا في غيره أن تعيش مع رسول الله أن يكون رسول حاضرا طيلة السنة أكيد وعما جي هذا الشهر حاول أن تعرف به عرف أبنائك بمحمد صلى الله عليه وسلم بسيرته بشمائله بأخلاقه من مناقبه بسبح الله عرفه تكلموا في المحاضرات في الجميعات في التلفزيونات في الإذاعات تكلموا عن موضوعات لماذا اتخلفت الأمة لماذا ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأسباب التي تعيد إلينا مجدنا وقوتنا ونشاطنا في الجميعات في المساجد في الشوارع في الممتدات لابد أن يكون هذا حديثنا أما حرام بيدعيش منها معنى أن الأمة يراد لها أن تكون تدور حول الرحى كما يدور الحمار حول الرحى والمقف في حلقة فلذلك الآن هو ما هو موضوعنا بيدعاء أو موش بيدعاء ما كيش حاجة يقول لك باللي حرام عليك تكلم على رسوله في أي وقت أو تمجد رسوله في أي وقت أو تصلي على رسوله في أي وقت أو أنك تفرح بمنادي في أي وقت بكيشهد الفارح لأنه يوم من أيام الله لكن نبقى ونعيش في القضايا مع أننا أمة مع أن نشع قول لتنهض بنا نورد دائما نشع الحظيم ونبقى في هذه الدائرة المفرغة حتى نتآكل ونتلاشى ونبقى في هذه المدلة المهنة فأقول الأمة جميعا اجعلوا من السنة كلها وخاصة من شهر مولده أياما لإشعاع العلمي أياما للحديث عن ذواتنا ما الذي أصابنا نتحدث عن أمراضينا عن أسقامنا عن تخلفنا ونبحث عن أسباب نهضتنا لابد أن نبحث عن أسم نهضتنا لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمره وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذن عليه الصلاة والسلام لابد أن نتحدث على أمراضنا ونتحدث على فطن لازم نفطن لازم نقومه وانتبعوا سيرة السيدي وحبيبي محمد بن عبد الله يعني الموضوع الشيق ونحن لازم لنا ساعات واساعات صلوا على النبي واكتروا صلات على النبي وعلموا لداتكم وعلمونا وعلموا الشيخ في المساجد وكما قال الشيخ المدارس والجامعات والقنوات لازم نختمبوا الفرصة دائما هي في الحق القاع العام ونحن لازم نعرف من هو هذا الرجل العظيم بارك الله فيك شيخي الوقت دهما ندعينا ربي والناس بزفعة طلبوا لك باش ندعينهم ربي من بينهم سيد أحمد بن جليد ما هو كل شيء بعلم ورضاء ودعين لي ربي يكرمهم وهذه الشباب داني المصورين لهم قدامنا وكل شيء ودعيننا ربي يا ربي إن شاء الله يحصرنا فيه مع سيد الخلق في جنة الدرس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الأول أسأل الله عزيزي أن يكرم كل أخت متزوجة وأخٍ أولا صالحٍ يا ربي كما أن الله أكرم بنيتي نعم بعد طول انتظارٍ أولا صالحاً فبارك الله الله في الموهوب وأسأل الله نوفقها لشكر الواهب أمين ورزقت بره إن شاء الله أمين يا ربي وأقر الله بها عينها إن شاء الله وأسأل الله يجعله صالحاً وأمين مسلمنا قاطباً أمين اللهم اشف مرضى المسلمين أمين وارحم موتانا أمين وارضى عنا يا ربي عنا ودنا أنس ابن أخي حبيب أنس هلارا مريض فرصة اللهم اشفيه يشفيه أمين 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 وفقنا الاتباعي سيدنا وحسنا أمين عليه السلام في أخواله وأفعاله وتخيرته أمين 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 أمنا يا رب العالمين يا رب العالمين الله أحوذ هذا الوطن المفدى أمين أحوذهم يشرق أذائك من نسي وجيني أجمعين أمين وأعطيك كل وحد يشاهدون سؤله سبحان عربك رب العزة عما ياسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا خير خلق المحبوب يا نبع الإيمان يا رحمة للقلوب يا عظيم الشأن لك يا رسول الله كل محبتي كل ما أنت ترضاه ولا كطاعتي يا خير خلق المحبوب يا رحمة للقلوب يا رسول الله اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على حبيبي محمد يا رحمة للقلوب اللهم صلي وسلم وزيد برق يا رحمة للقلوب يا رحمة للقلوب اللهم